اشتركوا في القناة تبدأ من اليوم ثلاثين الشهر ثلاثين سبعة ولا غاية احنا منقول لا سبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لا سبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون اليوم السبت كمان يعني بنعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر رح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس ولظهر يوم الجمعة القمر رح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر رح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بيصير بالدلو ومن صباح يوم الأربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بيكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بيكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي راح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا أربع خلوات مسار خلال هذا الأسبوع أول خلو المسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء بأي عمل جديد أو توقيع عقد أو إعلان خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بالفترة هاي إلا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار أما بالنسبة لخلو المسار فعنا أول خلو مسار راح يكون له انتقال القمر من القوس للجدي راح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو راح يكون في تمام الساعة اثناش وسبعة دقائق من أول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة 11.58 دقيقة من يوم واحد ثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني راح يكون من الجدي للدلو راح يكون يوم اثنين ثمانية راح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا وانبو العصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لخلو المسار الثالث راح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية راح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل راح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة اه موحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا اله او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي راح تكون الاسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات اه فلازم انه نذكرها اول زاوية هي راح تكون اه زاوية التقابل يوم واحد ثمانية راح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية راح تكون تقريبا ساعة عشرة واحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية راح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية راح تكون تربيع بين الشمس واورانوس وهي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما انه حكينا عنها في الايام الماضي الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والامور الناس اللي فوقها دولة ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيع هاي برضو مع اورانوس الثورات والانقلابات والاشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها اما بالنسبة للزاوية اللي راح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيع اللي راح تكون بين الشمس وورانوس اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة راح تكون يوم اربع ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل اي شيء اللي هو علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو اللي هو علاقة بالمال والعلاقة بالامور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي او احداث اقتصادية بالفترة هاي برضو راح تكون فيها نوع من انواع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها احنا راح نذكر الزاوية هاي ايش بتعمل وشو تأثيراتها ولا ايش بس احنا عشان ما نطولش التوقعات الاسبوعية ويجي حد يقول لك احنا شو دخلنا بالسياسة احنا بنا نسمع برجنا بس لازم اني اذكرها لان هاي لها تأثيرات على الافراد برضو زوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية راح تكون اه هي مش زاوية هي حدث اه راح يكون انتقال العطارد اه الى برج الاسد من السرطان للأسد راح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اه اللي راح تنتقل اه لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل ادوار العطارد على الاسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت ايش راح يكون بتواجد الكواكب طبعا احنا بنذكر هاي عشان ما بنحكي توقعات شهرية ولكن لو اخدت اللي انا بدي احكيه الان هو مخطط يعني توقعات شهر اساسا لانه خلال الشهر هاي التأثيرات راح تكون مستمرة الا اذا في حال انتقل الكوكب كل اسبوع احنا بنذكر من عيدها ومنأكد عليها عشان تعرف ايش السلبيات وايش الايجابيات وانت مدعوم في ايش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لائلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لائلك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج العقرب طبعا الشمس موجودة في البيت العاشر اول ما بنا نبدأ فيها هذا بيت السمعة هذا بيت العمل فبما انها بتشكل زاوية تربيع سلبي مع اورانوس معناته هي منتحسة بالفترة هاي فعشان هيك بدك تكون حذر من اي شيء بشوه السمعة ما تدخل بمواجهات ولا مجازفات ولا مخالفة قوانين ما تندفع وما تتهور ما تدخل بخصام ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل لانه الفترة هاي بتهدد استقرارك الوظيفي حاول انك انت ما تشوه سمعتك بالفترة هاي قد ما بتقدر اما بالنسبة للزهرة طبعا هي في البيت الثامن البيت اللي بدعمك على مستوى الاموال المشتركة ورح تنتقل للبيت التاسع مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة تاريخ والوقت البيت التاسع رح يفتح لك مجالات على علاقات مع اشخاص اجانب او اشخاص خارج البلاد او تتعرف على صداقات جديدة او تتطور مسألة عاطفية ما بينك وبين شخص انت بتعرفه اما مسافر او خارج البلد او من خلال مؤسسة تعليمية تتطور علاقة او تصير مثلا حب او اشياء من هذا القبيل في منكم ممكن يهتم ببعض المسائل الا الها علاقة بتكون بالدراسة او بالامتحانات او بالدورات بالفترة هاي بشكل جيد جدا وبتدعمك وبتعزز من قدراتك وفي اشخاص ممكن يشتغلوا في هذا المجال اما بالنسبة لعطارد اللي موجود في البيت التاسع وبدو ينتقل للبيت العاشر فطبعا هنا بعزز نقاط سلبية عملتها الشمس هناك حكينا مخاوف هنا بدو يعمل شوية ايجابيات على مستوى اللي بيتقدم لعمل او بدو عمل جديد او بدو يشتغل بعمل جديد او بدو يطور علاقة معينة على مستوى شيء له علاقة بادارة الاعمال او اعمال او علاقات عامة اما بالنسبة للمريخ المريخ موجود في البيت السادس فعشان هيك بيحدث اشياء مفاجئة وبضغط على شغلتين الامر الاول هو بضغط على امور العمل وبرضو مشاكل في العمل او صعوبة في انجاز بعض الاعمال بتلاقي فيه توتر او ضغط عليك كبير بالفترة هاي او بتحمل مسئوليات كثيرة على مستوى العمل وبرضو في منكو ممكن يحاول فرض السلطة على زملاءه او رؤساءه بالعمل بدو يحذر من هاي النقطة لانها رح تعمل نوع من انواع الخلافات والجزء الثاني من موليد برج العقرب اللي بيعانوا من مشاكل صحية او عندهم يعني تطور لوضع صحي معين او ممكن يقلقوا من وضع صحي معين وفي منكو ممكن يستمر او يصير ياخذ ادوية لمدة طويلة يعني من الادوية الامراض المزمنة المستمرة زي ضغط او امور من هذا القبيل اما بالنسبة لبرج الجدي طبعا البيت الثالث لا اليك اللي موجود في المشتري موجود في بلوتو موجود زحل والثلاثة بيتراجعوا فهدولا بيضغطوك وخصوصا اخر عشرية من موليد برج العقرب هدولا بنضغطوه على مستوى التغنقلاتهم واتصلاتهم والعصبية بالحوار والنقاشات بيستصعبوا من الدراسة من الامتحانات من اشياء الها علاقة بالتواصل ممكن تتعطل امور الها علاقة بالسفر او بتغنقلات او بحوارات او بدورات تعليمية حتى في مجال التسويق لاحظوا انه فيه نوع من انواع الصعوبة اهم مش انكو تحذروا اثناء تنقلاتكم كل موليد برج العقرب تحذروا اثناء تنقلاتكم واثناء اتصالاتكم من العصبية تنقلاتكم من الاصابات ومن الحوادث اما بالنسبة لنبتون اللي في البيت الخامس اللي بفتح شكوك عاطفية يعني بخليك تشك عاطفيا بالحبيب بأحد الابناء بأحد الوالدين انه بتآمروا عليك ممكن انه تشك بالحبيب انه بخونك ممكن تكتشف خيانة حبيب بالفترة هاي بسبب شكوكك في منكو رح يدخل بنوع من انواع الوساوس او الاوهام اللي بتتعلق في الابناء او في صحة احد الوالدين اما بالنسبة لأورانوس اللي موجود في البيت السابع واللي بيحدث مشاكل فجائية وتطور لاوضاع بشكل فجائي على المستوى الازواج او شركاء المال فهي الفترة هاي تطورات بما انه عامل زوايا تربيع فممكن تطور بطريقة عنيفة جدا لدرجة انه ممكن يصير فصال او انفصال بالفترة هاي بدون سابق انذار فعشان هيك حولوا قدر الامكان تمسكوا اعصابكو ما تطوروا الامور وما تهولوا الامور عشان ما تكونوا انتو الخسرانين من اورانوس وتقلباتو اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر موجود بالقوس تم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن مشتريات غير ضرورية ممكن تهتم بتوظيف اموالك اهمش انك تكون عاقل في صرف الاموال ممكن تهتم لمناقش الدعم مالي او قرض او تفكر في بعض الاستثمارات او التوظيفات فترة ايجابية ممكن تحقق من خلالها ربح من ظهر يوم الجمعة بيكون القمر في الجدي حتى مساء يوم الاحد بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات فترة مناسبة لاجتياز امتحان او اجراء مقابلة ممكن مصالحكم بيجتاز بيجتاز بصورة عامة فترة ايجابية بتبعث على البهجة والانشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بتعيش اجمل اللحظات بتحقق الامنيات وبتصيب الاهداف بيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة او لمصالحة او تسوية بتتمتع بشخصية جذابة يعني لازم انك انت توظفها لتحسين وضعك من ظهر يوم الجمعة القمر خلاص بصير موجود بالحمل فهنا بتكون تنجزوا ما ترا كم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من الزملاء نضموا جد والغذاء وقضوا قسط من الراحة من حين لآخر ممكن تبدأ مرحلة مهانية جديدة لكن هذا ما بيعني ان هاي المرحلة رح تكون سهلة عليك بتكثر فيها الواجبات وبتتزامن ومن الحكم عدم اهمال الاشارات مهما كانت بسيطة حاذر من المشاكل الصحية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء